ضربات إسرائيلية مباغتة فاجأة الفصائل الموالية لإيران ليلة يوم وأمس وهذه الضربات كلها صارت في الداخل السوري ونوعية المباغة اللي سووها الإسرائيليين بأنهم لم يعتمدوا بضربات من داخل الأراضي الإسرائيلية ليضربوا هذه الفصائل الموالية لإيران لا أبدا بل أنهم اخترقوا الأجواء اللبنانية بهذا الاتجاه يعني هم اخترقوا حتى بيروت ومن شمال بيروت ومن نقطة قريبة من هذا الاتجاه قاموا باستهداف نقطتين موجودة في الداخل السوري النقطة الأولى التي هي متمثلة في طرطوس هنا والنقطة الثانية هي متمثلة في حمص التي ترونها هنا بكل تأكيد هسا الهدف الأساسي مالتهم لم يكن طرطوس عبدا يعني طرطوس لم تكن هدفا رئيسيا بل أنهم أصلا استهدفوها بسبب أن هناك دفاعات جوية موجودة للجيش العربي السوري التي شكلت تحديا للضربات الإسرائيلية وأسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية التي قامت إسرائيل باستخدامها باستهداف مستودعات خاصة لصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة تابعة إلى حزب الله اللبناني والفصائل الإيرانية الموجودة في هذه المنطقة وبالتالي هم يريدون يلهون هذه الدفاعات يشتبكوا مع هذه الدفاعات من أجل تحقيق هدفهم الأساسي اللي هو موجود جنوب شرق حمص بهذا الاتجاه تقريبا دعونا نذهب إلى هذه النقطة بالأقمار الصناعية لكي نتعرف على طبيعة الهدف اللي هم استهدفوه طبعا هذا الهدف هنا حمص كما ترونها بهذا الاتجاه وجنوب شرق حمص كما هو واضح أمانكم على بعد 26.9 كيلومتر موجودة هنا بهذا الاتجاه هذا هو المطار اللي اسمه مطار الاشعيرات واللي هو مسيطرين علي حزب الله اللبناني والفصائل الموالية لإيران وكذلك هناك مخازنا موجودة بين مطار الاشعيرات وهذه النقطة اللي هي متمثلة بقرية جندر اللي موجودة في سوريا ولكن الهدف الأساسي طبعا هو مطار الاشعيرات الذي ترونه هنا بصورة مقربة كما هو واضح لكم بهذا الاتجاه الضربات كانت بعدد من الصواريخ ليس واضحا من الفيديوهات طبيعة كم عدد الصواريخ التي ضربت ولكن كانت هناك واضح بعض التصوير للناس لأنها ضربة كانت مباغتة وفي الليل لم يتوقعها الكثيرون كانت هذه واحدة من لقطات الضربات التي فعلا استهدفت هذا المطار بهذا الشكل مع ذلك كانت هناك مقاومة كما تحدثنا من طبيعة الدفاعات للجيش العربية السوري ضد هذه الضربات الصاروخية الإسرائيلية الآن النقطة ما المستودعات الموجودة بالضبط في هذا المطار ولماذا استهدف هذا المطار الآن هناك معلومة مثيرة نشرت من يوم 24 عشرة 2021 نشرها هذا المركز اللي هو مركز الماء الإسرائيلي قال بأن هناك عملية نقل لطائرات مسيرة انتقلت من قاعدة التي فور اللي هي أيضا بها الفصائل الموالية لإيران انقلت الطائرات المسيرة مباشرة إلى هذا المطار اللي هو مطار الإشعيرات اللي استهدفوه يوم أمس فواضح من التاريخ نلاحظ بأن الإسرائيلي منتظروا أسبوع ونفذوا هذه العملية وطبعا هذا النقل قد يستغرب البعض لماذا تم هذا النقل من قبل الفصائل الموالية لإيران أن الأساس بأن قاعدة التي فور الموجودة تقريبا بهذه النقطة إلى النقطة المستهدفة اللي هو مطار الإشعيرات الذي نتحدث عنه الآن أنهم ينقلون هذه الطائرات لعدد من الأسباب لأن قاعدة التي فور استهدفت سابقا وعلى أساسها الفصائل المسلحة ردت على قاعدة التنف وضربت قاعدة التنف بضربات مؤثرة وبايدن توعد بالرد والإسرائيليين أيضا عندهم تصعيد عالي في المنطقة فقاعدة التي فور هي عبارة عن هدف يحاولون أن يبعدون هذه الأسلحة الدقيقة اللي يمتلكوها من طائرات مسيرة تحديدا من قاعدة التي فور طبعا وكذلك لأنهم يدرون بأن هناك اتفاق بين فلاديمير بوتين ونفتالي بن اتصار قبل هذا التصعيد الكبير الذي نتحدث عنه الآن خاصة وأن طرطوس التي ضربت من هذا الاتجاه من شمال بيروت هي تعتبر جزء من النفوذ الروسي يعني المفروض الروس يردون ولكن واضح هناك اتفاق وعلم عند الروس مسبق في هذه العملية والروس لا يبلغون نظام بشار الأسد ونظام بشار الأسد إذا ما يعرف ما رح تعرف الفصائل الإيرانية أو حتى حزب الله اللبناني وعلى هذا الأساس أن هناك تنسيق عالي جدا فلذلك عرفت الفصائل بأن عليها القيام بسرعة بعملية إعادة انتشار في هذه المنطقة وجزء من عمليات إعادة الانتشار جدي بتقارير واضحة جدا من المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل أربعة أيام تقريبا تحدثوا بأن هذه النقطة التي هي متمثلة بالميادين في سوريا هذا هو نهر الفرات وهذه هي البوكمال اللي هي على الحدود العراقية السورية أن هناك صواريخ وأعتدى في هاتين النقطتين إيش سوت الفصائل الموالية لإيران مباشرة بعملية إعادة انتشار صواريخها وطائراتها المسيرة وعتادها في البلدات اللي موجودة هنا في الوسط بشكل سري لم يطلأ أحد على الكثير ولكن المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف بأن في الميادين هناك نقطة واحدة من هذه النقاط أن دائما هذه الفصائل حقيقة تخزن أسلحتها فيها بشكل مستمر أكثر من تقرير تحدثت عنه النقطة هذه هي هذه النقطة اللي هي متمثلة بقلعة اسمها قلعة الرحبة اللي موجودة في سوريا والتي تبعد طبعا هذه الميادين أماكم يعني تبعد تقريبا من المساكن من آخر المساكن اللي موجودة في الميادين إلى الغرب تقريبا أقل من نصف كيلو متر وطبعا هذه النقطة هي غير مسكونة أبدا وديخزنون بها الأسلحة وممكن جدا للطيران الإسرائيلي أن يستهدفها لأنها منطقة مفتوحة سبقوا الإسرائيليين قاموا بمثل هذه الضربات لذلك هذه النقطة التي نتحدث عنها في قلعة الرحبة الآن أصبحت خالية من الصواريخ على الأقل بحسب ما تحدث عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان هذا التصعيد الإسرائيلي هو يأتي ليس فقط بعد قضية الاجتماع بين روسيا وإسرائيل وإنما هذا أصلا إسرائيل مخططة إلا من يوم 11-2021 بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية تحدثوا بأنه سيكون هناك تصعيدا على الفصائل الإيرانية وحزب الله اللبناني في سوريا وحتى على المستوى اللبناني تحدثت فبالتالي نحن نعيش طبيعة هذا التصعيد ولكن في نفس الوقت إسرائيل لا تشعر بالراحة بهذه العمليات التي تحدث والتي يقومون بها ليش؟ لأنه في أيام بسيطة جدا بعد اللقاء الذي تحدثنا عنه والاتفاق الروسي الإسرائيلي أنه صارت ضربوا القنيطرة ضربوا زاكية ضربوا قبلها دمشق والآن ضربوا حمص بهذا الاتجاه الكثير من الضربات السريعة جدا خلال أسابيع قليلا نرى هذه الضربات خلاهم بشكل واضح جدا أن يعتقدون وخاصة وأنها تستهدف حزب الله اللبناني ودي ضرر الجيش العربي السوري هناك ضرب للدفاعات الجوية والمضادات الجوية للجيش السوري وكذلك جرح عدد أيضا من الجنود السوريين وجدوا بأنه ممكن جدا الإسرائيليين بأنه ممكن أن يستهدفهم حزب الله اللبناني وقد يكون مع نظام بشار الأسد بأي شكل من الأشكال من أجل إيجاد ردع لطبيعة هذه الهجمات التي تحدث ولذلك احتى آخر الأنباء والأوساط الإسرائيلية بدأت تتحدث عنها بأنهم بدأوا بمناورات بعشرين ألف جندي من الجيش الاحتياط الإسرائيلي الآن وكذلك عدهم قرار العام القادم رح يصرفون ما يقارب لـ 300 مليون دولار على عملية تحضير 200 ألف من الاحتياط الجيش الإسرائيلي وذلك استعدادا لطبيعة الاشتباكات التي ممكن تصير مع حزب الله اللبناني من جنوب لبنان وشمال إسرائيل ممكن أن يشتبكون بدأوا هيئون نفسهم لهذه الظروف وليس هذا فحسب بل أنه أيضا المنطاد الإسرائيلي الذي دخل في الفترة المؤخرة إلى إسرائيل مؤخرا هذا المنطاد الذي أتحدث عنه العان هو منطاد عادة الجيش الأمريكي يستخدمه الأسبوع الماضي هو دخل إلى الأراضي الإسرائيلية وطيره ودخل في الخدمة الآن أصبح موجودا ومتوفرا هذا المنطاد الراداري الهائل جدا وطبعا هذا المنطاد حتى نعرف مكان الآن هنا طبعا هذه هي الأراضي الإسرائيلية هذه هي بحيرة طبرية المنطاد هو موجود بهذه النقطة التي ترونها هنا على بعد تقريبا من بحيرة طبرية ما يقارب 11.2 كيلومتر فقط وهو أصلا موجود في هذه النقطة الآن في الجو على ارتفاع 10.000 قدم وإذا ما ردنا نقترب من هذه النقطة لكي نلاحظ هذا المنطاد هو موجود أصلا الآن مرتفع على الأقل بحسب آخر صورة من صور الرادارات دعونا نرى الآن صورة الرادار التي أتحدث عنها المحدثة هذا هو المنطاد بآخر صورة محدثة على الأقل إلى يوم أمس هذا المنطاد وهو يطير بهذا الاتجاه قد تبدو المسافة بعيدة لهذا المنطاد يعني إذا ما حسبنا المسافة فإنه موجود هنا هنا بحيرة طبرية طبعا كما تحدثنا أن المسافة 11.2 كيلومتر قد تبدو بعيدة عن الحدود مع لبنان أو مع سوريا ولكن هي فعليا ليست بعيدة وليست خارج إمكانيات هذا المنطاد يعني المسافة من المنطاد تقريبا إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية اللبنانية هي تصل يعني تقريبا تسعة وثلاثين أو خمسة وثلاثين كيلومترا لكي نكون دقيقين وبالتالي هذه المسافة بسيطة جدا لأن هذا المنطاد هو أصلا قدرات رادارية تصل إلى خمسمية وخمسين كيلومتر ومعنى أن هذا المنطاد من هذا المكان هو يغطي لبنان ويغطي مسافات بعيدة جدا ودقيقة إلى الداخل السوري وهذا المنطاد هذه إمكانية في عملية ضبط الطائرات المسيرة ضبط الصواريخ الموجهة ضد إسرائيل ضبط التحركات البرية فبالتالي هم في مراحل استعداد عالية جدا لطبيعة ما ممكن أن يحدث وهذا أيضا يوضح بين الإسرائيليين ديريدون يصعدون في الفترة القادمة بكل تلك اشتركوا في القناة